ملك عالم مؤلف شاعر واعتبره المؤرخون المؤسس الفعلي لدولة مني رسول وهو أول منكس الكعبة من خارجها وداخلها كان عارما متضلعا في العلوم يحب الدرسة والكتب ومجالسة العلماء أهلا وسهلا في مدينة تعز بضيف كبير من موسوعة علام اليمن ملك عالم مؤلف شاعر عاش في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي إنه أشهر ملك سكنها طويلا وحكم منها الملك يوسف بن عمر بن علي بن رسول الملك المظفر يكن أبو الهزبر ويلقب شمس الدين المظفر أصلوغ الثاني ولد في مكة المكرمة سنة 619 للهجرة الموافق 1223 للميلاد من أشهر ملوك اليمن بعد الإسلام درس على عدد من العلماء منهم محمد بن راهيم الفشري ومحب الدين بن عبدالله الطبري ويحيى بن إبراهيم العمك وأحمد بن عبدالحميد السرددي ويروي عنه المؤرخ علي بن الحسن الخزرقي في كتابها العقود اللؤلؤية رواية يقول طالعت أمهات كتب الحديث من كتبه رحمه الله فوجدتها كلها مضبوطة بخط يده حتى إن من رآها يقول لم يكن له شغل طول عمره مع كثرة شغاله وانشغاله إلا القراءة والتحقيق كان عالما في مجال الطب مشهورا وكان مهتما بالكتب والعناية بها ومحققا تولى الحكم بعد مقتل أبيه عمر بن علي الرسول سنة 1249 للميلاد وهو شاب في الثامنة والعشرين من عمره وكان واليا على بلاد حجة وتهامة وبعد أن بلغه مقتل والده في الجند في تعز لم يبقى أمام المضفر خيارات إلا السيف لانتزاع حقه من الحكم والانتقام لمقتل أبيه فتغلب على جميع حصومه وأبقى خالته زوجة أبيه وأبقى أخاه الذي كانت تريد له أن يرث الحكم وأبقى أخاه بقلعة الدملؤة المعروفة اليوم بالمنصورة من ناحية الصلو من نواحي تعز واعتبره المؤرخون المؤسس الفعلي لدولة بني رسول التي استمرت أكثر من قرنين وأحسن صيانة الملك وسياسته وقامت في أيامه حروب خرج منها ضافرا منتصرا كان مشهورا بالكرم جوادا عفيفا عن أموال الرعاية وهو أول من كسى الكعبة من خارجها وداخلها سنة 1261 بعد انقطاع ورود كسوتها من بغداد بعد سقوط الخلافة العباسية وعاصمتها بغداد وعلى يد التتار سنة 1258 ميلادية وكان إلى وقت قريب مكتوبا على أحد الألواح الرخامية داخل الكعبة النص الآتي أمر بتجديد رخام هذا البيت المعظم العبد الفقير إلى رحمة ربه يوسف بن عمر بن علي بن الرسول اللهم أيده بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك يا كريم يا غفار بتاريخ 1281 ميلادية عارضه في حكمه كثيرون من الأئمة الزيديين على الحكم فحاربهم وانتصر في عدد من المعارك كان الملك المضفر عالما متضلعا في العلوم يحب الدرس والكتب ومقارسة العلماء وكان مجلسه عامرا بهم وبالشعراء الذين يقصدونه وإلى جانب اهتماماته العلمية كان بارعا في السياسة صبورا مرنا شجاعا له هيبة في القلوب كان يأمر السجانين بالإحسان إلى المساجين والرفق بهم مدحه كثير من الشعراء بغرر القصائد منهم الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل والشاعر محمد بن حمير الوصابي وكان بن هتيمل شاعره ومادحه الأول مدحه بعشرات من غرر القصائد كقوله في قصيدة طويلة ما زلت أعلم بالفراسة غامضة الخافي وأعرف بالخبيث الطيبة حتى اعتصمت من الملوك بخيرها جدا وأحسبها وأكرمها أبى بالشمس بالملك المظفر يوسف بأب الهزبر معيد ما أبدا سبا ملك إذا انتسب الملوك فإنه تكفيه شهرة فضله أن ينسبا شمس إذا طلعت أضاء شعاعها ظهر البسيطة مشرقا أو مغربا حرم على الإسلام يصفح إن جن الجاني ويغفر ذنبه إن أذنبا استمر حكمه أكثر من ستة وأربعين عاما من الزمن وله من الأولاد سبع عشرة ذكرا مات بعضهم في حياته ويعتبره المؤرخون الموحد الأكبر ليمن الطبيعية إذ امتد حكمه ونفوذه حتى بلاد ظفار الحبوضي اليوم من سلطنة عمان وإلى مكة المكرمة والحجاز وإلى ينبع وظل طوال فترة حكمه مرتبطا بعلاقات أخوية وولاء مع معاصره من خلفاء العباسيين ثم المماليك في مصر من بعدهم وشارك بكتيبة خيال هذه الكتيبة عبارة عن رمز مشاركة في الجهاد ضمن قيوش المماليك في معركة عن جالوت بفلسطين التي خاضها المسلمون ضد التتار سنة 1260 تحت قيادة الأمير المملوكي سيف الدين قطز أشهر من أن يعرف صاحب وإسلاماه كما أقام علاقات سياسية مع بعض ملوك الهند والصين وتجاوزت شهرته حدود اليمن ووصفه العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون يقول أخذ من كل فن بطرف وقال عنه الإمام المطهر ابن يحيى حين بلغه خبر وفاته وهو خصم مات التبع الأكبر مات معاوية الزمان مات من كانت أقلامه تكسر رماحنا وسيوفنا له مؤلفات كثيرة منها أربعون حديثا انتزعها من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المندري تيسير المطالب في تسيير الكواكب مخطوطة توجد منه نسخة في مكتبة الجامعة الكبير في صنعاء المخترع في فنون من الصنع مخطوطة موجودة هذه في مكتبة الأمبروزيانيا بإيطاليا وأخرى في دار الكتب المصرية البيان في كشف علم الطب للعيان العقد النفيس في مفاكهة القليس ومنه نسخة توجد في مجلس الشورى في مدينة طهران في إيران وتوجد أيضا نسخة في خزانة الكتب المصرية له آثار عمرانية كبرى منها بناء المدرسة المضفرية في مدينة تعز وبناء المسجد الكبير في مدينة تعز ويشمى حتى اليوم بجامعة الملك المضفر وبناء دور الضيافة في عدة مدن ومنها في ذي عدينا تعز وبناء مسجد الخانكة في مدينة حيث وجعل فيه صرفا يوميا من الطعام والشراب لكل الواردين إليه والغرباء وبنى القوامع في كثير من المدن وأوقف عليها أرضا وفي بلاد تهامة أكثر من ذلك وبناء مدارس في ضفار الحبوضي وبناء مدرسة المضفر الكبرى في مدينة زبيد لتعليم القرآن بالقراءات السبع مع وقف كبير على هذه المنشآت العلمية والدراسية وللقائمين عليها والعاملين فيها وظلت الأوقاف هي التي تقوم عليها بعده بقرون وفي نفس الوقت ومن أبرز ما يذكر له أنه أوقف سقايات لشرب الماء على الطرق ومأور المسافرين والمارة ودارا أو مضافة بعد كل عشرة أميال للحقاج المسافرين من بلاد الهند وآسيا وغيرهم عن طريق اليمن إلى مكة المكرمة ذهابا وإيابا وأوقف لهذه الدور والمضافات الطعام والشراب والعاملين عليها توفي الملك المضفر رحمه الله في مدينة تعز ودفن في المجنة التي تحت مسجده في 13 رمضان 694 هجرية الموافق 3 من شهر أغسط 1295 للميلاد رحمه الله وإلى لقاء مع ضيف جديد